جلدك في البسك الوجوه أن ما بالطبع direktدوني عطونا الرخصة لإستعمال الموقع وهذا الأرار طلع من وزارة السياحة الأردنية رجعوا نهار قبل الحفلة بعتونا أنرار من وزارة الدخلية أنه مسموح أمنيا رقم الحفل هل pumpkin أعطأ совсем عملتoit واسطى لا لا أقصت لكن أرار وزارة الدخلية لن يلغي أرار وزارة السياحة بعتونا الأرار من الدخلية بوقت كانت وزارة السياحة مثكرة لا يمكننا أن نصلewl إلى وزارة السياحة نجرب نأخذ القرار بأنه فينا نعمل حفلة بالمدرجة الرومانية طبعاً ما بدي أتهم أنه فيه استراتيجية بدأهون بس ما كان معقول نعمل حفلة بس بدي أكتن عندكم جمهور كارل عندكم جمهور بالأردن يعني سبق وأحييته حفلات وش بسيكراً أنه خصوصاً بالأردن فيه كتير فرسنية وسورية بيجوا بيحضرونها هناك لأن ما فينا نروح نعزف بهذه البلدين فدائماً بينظموا تريبس بالبسز وبيجوا بيحضرونها هناك أنتو بالبوب الأوريجينال إذا بدك إذا ما نقول اللي بتعملوه أنتو بتعزفوا على وطر واجع الشباب بصورتهم حبهم لأنه يغيروا ويصلحوا بمجتمعاتهم أكتر مش مش شباب نحكي عن مودياة بتخصنا نحن بحياتنا اليومية إذا وديك عميخاتش نحن مجرب نحكي لحده بس هذا الشيء بعتقد نقطة لازم نوقف عليها شوي أنه ليه معقول يصير فيها لقد مشكل أو تعارض إذا بدك ويصير في حديث عن تعارض مع مضمون أي مجتمع لأنه نحن عم نحكي من مواقف شخصية عن أنه نحن منساند حريات جنسية أو عدالة اجتماعية أو مسيوات بين المرأة وأنه أصص بديهية غريب شوي أنه بال2016 يتلى حدا يقول لك هذا بيتعارض مع قيم مجتمعاتنا تنتقده المسؤولين كمان بالحكم بالمجتمعات ببعض هذا حق حق إنساني بديهي أنه واحد يقدر ينتقد السلطة هكذا نبتسم سوى بالريبورت المرأة شو اسمه الأغني؟ إبن الليل؟ لا أغلبهم اسمه ابن الليل مش اسمه ليلا بس بلكني بعضة منسمي ابن الليلة ابن الليلة مشروعكم كله يمكن كيف تختصر لنا إياه كأسرة يا حامد؟ الفرقة؟ المشروع؟ مشروع ليلا؟ ليه مشروع ليلا؟ ليه اسمه مشروع ليلا؟ ليه فرقتكم أسواء مشروع ليلي لأنه هيك سميناها بس أنه فرقة متل حيالة فرقتين يعني هي لأ قصة طويلة شوية مش ناكم عم بيخبص هيو لأ ملاشنا بالجامعة ليبيك المفروض ندق بس حفلة وحدة فسميناها مشروع ليلي بعدين طورت صارت مشروع ليلي حامد من وحي اللي منحكيه ممكن نحنا بهالبرنامج معتع المخبر في المسؤولين مثلا أو من أي هيك من ألبومكم غنيلنا شي هيك على التاريخ لا لا ما حذرتي أبدا لا لا ما حتزبط لا لا ما حتزبط لا لا ما حتزبط معك أبدا نحنا منحترم ما هذا الشيء ولكن بالنهاية أمتى رايحين على الأردن يمكن هلأ الشباب الأردنيين اللي عم بيحضروكم بنيعرفوا أمتى رح ترجعوا تروحوا مرة تانية ما بعرف هيدا الشيء الغريبي اللي صار طبعا الإلغاء كان لحفلة واحدة بس قالوا المسؤولين بتصريحات بالجرائد أنه هيدا الفرقة ما لازم تترجع على الأردن وتتعرض مع قيمنا وهذا شيء ما بيتغير طبعا اللي بضحك كمان أنه المسؤول قال ما منرجع عن أرار إلغاء الحفلة لأنه مش معتش فوتبول رح تغنو له شيء غنيل المسؤول اللي قال استوحيته شيء من أرار المنع أنه هيك ترجعوا تفسوا خلقكم بمطرح بصلا معكم شيء أنا أفكار كتير بيأخر أربعة تيام شوكال كمان ما بدأت ترمي شيء أنا ما بغني أنا بغني ما تكذب أنا بغني أعطينا شيء وصل هيك على السريع على السريع ومع الطاولة ورجمك التروس لا بس نجد منجع النظر حفلة على الويبسايت عندكم حطين غنية حلوة عن المسؤولين هيك عجبتني أنا شخصيا شوية هيك على السريع أنا بغني فوتوا على الويبسايت معه على كل حال نحن حبينا أنه يكون في لكم وقفة معنا بالبرنامج على أمل أنه ما تنعاد هذه القصة وأنه أبدا صوت الشباب ما يكون فيه منع بأي بلد بالعالم مش بس بمجتمعاتنا اللي تواصل رحلتها السعيدة للهوية هي عجبتني وأخطى عنك ما بعتقد أنه أنا قلت بصراحة ونشكر عن جد كل البرس اللي كانوا كتير معنا عم يدعمونا والفانز بعتقد هذا الشي اللي كان كتير مؤثر بأخر ثلاثيين عن جد طريقة للناس تفاعل نحن نتمنى لكم توفيق حامد وكارل ولكل أعضاء الفرقة عنا هلأ تقرير اللي هو تسعين ثانية حيطان بيروت بنا نشوفهم بتسعين ثانية ونرجع بعده ونطلع ببريك ونكفي حلقتنا